السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الصف الثالث من توسط رجعتوا ياكم مرشحات اللغة الإنجليزية وراح أبدأ أشرح لكم أسئلة القواعد المهمة جدا طلاب عندك هذي ديفاين ميكانيك هنا تجيب السؤال الثاني فرحي مثل ما أشوبكم الأسئلة الوزارية اللي جاية بيها يعني عرف الميكانيكي استخدم ريباير سكار هنا طلاب أقول لك عرف الميكانيكي راح أتقول للميكانيكي يعني أي ميكانيك ميكانيكي بس هنا الأي يستوي حرف كبير ميكانيك هنا طلاب تقول لهم من عندك is some one who some one who من عندك هذي طلاب some one who من عندك تخليها تقول للميكانيكي some one who من عندك وتنزل لهذه الريباير سكار اللي هو نعطيك كياها ريباير كارس فهنا طلاب الأعزاء انت كل شي ما سوت بس مجرد هاي من عندك some one who some one who نزلت هذي some one who رجعت نزلت هاي هنه عندك ديفاين a pilot هاي الديفاين مع معناتها عرف البيلوت راح تنزل البيلوت a pilot من عندك تخلي some one who راح نكتب الكاهب الأحمر is some one who واتكمل تخلي اللي هو فلايس بلان يعني الشخص الذي يطير بالطائرة فلايس أبلا فهالطريقة طلاب هذي انت جاوبت وضمن الدرجة هنا شوف الأسئلة الوزارية هذه الأسئلة الوزارية اللي عام 2021 هذا هنا السؤال جاي راح تقدر طلابه هذا جاي 100% هنا هاي ديفاين اميكانيك هياته طبعون اللي أقولك ديفاين اميكانيك ديفاين يعني دكتور مثلا يعني بس المهم معناتها عرف عرف الرايئة take order for food يعني عرف الكاتب العفو الساقي هذا اللي بالمطاعم أو النادي اللي احنا نسميه طلاب هنا عندك ديفاين اميلا يعني شوف طلاب الأسئلة تجي سؤال الثاني فرع أي هذي التعارف تمنى لكم التوفيق طلاب رجزوا بهذا السؤال انه على درجتين مهمة